سين كيف أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جين لابد للمصلي أن ينوي الصلاة التي قام إليها وأن يعينها بقلبه فإذا قام إلى الصلاة فليستقبل الكعبة في الفرض والنفل حيث كان وليصلي قائمة فإن لم يستطع فقاعده فإن لم يستطع فعلى جنب ثم يستفتح الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ناظرا ببصره إلى محل سجوده ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده ويجعل كفيه حذو منكبيه أو أطراف أذنيه ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره عقب التكبير الرجل والمرأة في ذلك سواء ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد بالله تعالى ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة في كل ركعة بتمامها ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة ثم يرفع يديه حذو منكبيه أو أطراف أذنيه ويكبر ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه ويمد ظهره ويبسطه ويجعل رأسه مساويا لظهره ويباعد مرفقيه عن جنبيه ويطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول كذلك غيرها من الأذكار المشروعة في الركوع ثم يرفع صلبه من الركوع ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفرده ويرفع يديه عند الاعتدال حذو منكبيه أو أطراف أذنيه ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويضع يده على صدره ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد إماما كان أو منفردا أو مأموما ثم يخر إلى السجود مكبرا واضع الركبتيه قبل يديه إذا تيسر له ذلك فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه فإذا سجد اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها إلى القبلة ويجعل كفيه حذو منكبيه وتارة حذو أذنيه ويرفع ذراعيه عن الأرض ويمكن أنفه وجبهته من الأرض ويمكن ركبتيه وكذا أطراف قدميه وينصبهما ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه ويكون اعتماده على جميع أعضاء سجوده وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول كذلك غيرها من الأذكار المشروعة في السجود ويستحب أن يكثر الدعاء في سجوده لأنه مضنة الإجابة ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول في هذه الجلسة رب اغفر لي رب اغفر لي أو يقول رب اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وعافني وجبرني أو غيرها من الأذكار المشروعة بين السجدتين ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ويصنع فيها ما صنع في الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وله أحيانا أن يجلس قبل أن ينهض جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين وتسمى جلسة الاستراحة وإن تركها فلا حرج عليه وليس فيها ذكر ولا دعاء ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر له ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض ويصنع فيها كما صنع في الأولى إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح فإذا فرغ من الركعة الثانية قاعد للتشاهد وجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه ويبسط كفه اليسر على فخذه وركبته اليسر ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة وتارة يحلق بهما حلقة ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة دلالة على التوحيد ثم يقرأ التشاهد في هذا الجلوس ثم ينهض إلى الركعة الثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية رافع يديه حذو منكبيه أو أطراف أذنيه قائلا الله أكبر ويضعهما أيديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس فإذا صل الركعة الثالثة نهض إلى الركعة الرابعة كما نهض إلى الركعة الثانية ثم يقعد للتشاهد الأخير ويصنع فيه ما صنع في التشاهد الأول إلا أنه يفرش قدمه اليسرى ويجعلها تحت ساقه اليمنى ويخرجها من الجانب الأيمن وينصب قدمه اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض ثم يقرأ التشاهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدع لنفسه بما بدى له مما ينفعه في دينه أو دنياه ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ويسلم عن يساره كذلك وبهذا تنتهي صلاته والله أعلم